اذا سنبدأ الوصفة الأولى بما انه هذا اليامات رانالوبيا عدس بركوكس يعني كلها وصفتنا قدر نديرها يومية ولكن معلش نمشي والاشتاد حتى على الفول الفول اليابس انا نقصد بالفول اليابس به بالقشرة نتاعه تختاري نوعية مليحة خاصة كتكون يعرفة هذا يجي الحبة كما راهي وافية ويجي بقشرتها البرانية نبيته في الماء اليلة كاملة كما انا شخصيا بلما نبيته في الماء ديله المام غلي يعني مسخون وغلق عليه في التنجرة ساعة ساعتين تلقيه يعني ترنخ تقدري طيبه نقوله في ذاك النهار هذي الى كنت نسيته ما شمخته في الليل تحطيه في الماء سخون تغطي عليه تخليه ساعة ساعتين اذا عرفت باللي نعني نوعية مليحة هنا نوجدول الدرسة تاعه ويطيب يعني خلال عشرين دقيقة يطيب في الكوكوطان نوجدول الدرسة اهنا الدرسة ويش نديره عندنا حبة تعلب صل ونعرف باللي الفوائد تعلفوه يعني غايتدف الجسم تاع الانسان وتعاد المية بالمية اللحم ما يحتاج من نكلة الحملة جاجة ما نشح نديره بيسا رايح نديره شطيط حاكمة على الحمص اذا هنايا عرفوا نشدوا لنوجد الدرسات تاعنا عندنا في تنجرة نحطوا البصل نقليو البصل من الحملة نقليوه مع الثوم بعد نحطوا عليه طماطيش تاع الحب نكونوا يعني سكر في جناها ونزيتوا طماطيش مصبرة نحطوا العراف تاع الفلفل حار اليابس يعني زوج حبات ولا ثلاثة ونحطوا توابل نحطوا نبدو بالحشاوش الفول هذا يبغي بزاف يعني توابل من بين هالأعشاب المونسيما نحط ورقات رند ونحط عرف تع زعيترا إلي عندك الزعتر من الأحسن ولا زعيترا في زوج نحط عرف تع كرافص الكرافص الرند زعيترا حطيتهم فوق البصل والثوم اللي قليتهم وطم عطيش تاع الحب وطم عطيش مصبرة هنا نحطوا عليهم شوية تاع الهريسة ونحطوا توابل نحطوا ملح فلفل لكحل فلفل عكري الكركم الزنجبيل الكمون والقصبر يابس ومطحون وزيادة على هذا شوية تعرس الحانت شوية 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 نحطهم كامل مع بعض نقليه شوية ونحطوا الفل يتقلم معه يفل هذاك به بالقشرة التام بعد نقليه شوية ونمرق نمرق بالمل كافي ونغلق الكوكوتا وندير السفارة عشرين دقيقة ونحطوا القصبر يكون مقطع وبهذا تكوني طيبتي الفولة تاعك شطيبها فولة بنينة 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 بل بزاف خاصة نتبعتوا هذا الدرسة هذي تاع تاع التوابل والحشاوش رايح يجيكم بزاف بنين قطعوا برك عليه القصبر شوية تعبص الخضر وتقدميه سخون مع برت كيمة هذا مع كسره مطلوع او لا يعني خبص تعبار سخون بزيت الزيتون تخدميها بزيت الزيتون مع القصبر للفول وتقدميها لأفراد العيلة اذا نشاهدكم بالصحة هذه هي الوصفة التي اخترتها اليوم شطيبها فول يابس وقالت لها ما عندكش الوقت سحطيه في المسخون ساعة ساعتين ما يسرى الوالو تقولي باللي ما يطيب ليش ما يسرى لو حتى حدا رايح يطيب ويجيك بنينة اذا بعد شطيبت عنا تاع الفول نمشي ونبقى دايما مع الخضراء الموسمية اذا كان يشوف باللي كينا اللفت يعني الموسي من تاو وهذيك الحبة التاع اللفت استنى فقط يعني الجمعة بنديرو بها مرقة الطعام ذرك اللفت تقدري فيه فوائد خاصة مع الزوكام يقي من البرد الزوكام السعلة كل شي هذا الحوايج هذو كينا في اللفت واللفت حلو فيه سكاريات نديرو بيه تحلية بها نوكرو بها وليداتنا الخضراء هنا تكون عندك حبة لفت واحدة حبة لفت واحدة تقشريها ومبعد تقطعها لستة تقطعها لستة كي من برجو تشينا الستة برجت الحبة تعلفت تحطيها في مقلة تحطيها في مقلة مع مغرف زبدة وتعطيها الوقت الكافي تزادي النار وتبقي حتى تشوفي اللفت بتاعك وليم كرمل يعني وليك الحبة تعلفت يعني تلبست بالكارمال خرجت العوصارة تع السكر اللي كان في اللفت هذا هو السر البنة تعال تحلية هذك اللفت راني نقلي فيها نديرو تحلية كما التفاح ولكن باللفت اللي يأكلها يحسبها تفاح راني نقلي فهذاك البراج تعال تعلفت في الزبدة حتى تلبس لي تولي لي كارمال تعطيني واحدة السوس بنية هذاك الوقت ندير عليهم زوج مغارف عسل حر زوج مغارف عسل حر ما عندك ش العسل تقدري ديري السكر بني سكر لبيض ولكن طيتك النوعية خير من الأحسن أنا كي نقلي مليح في الزبدة اللفت خلاص شفته بلي تلبس ولا بني ولا كارمال ندير زوج مغارف تع عسل ولا نروح للسكر ونزيد نقلي نعطي وقتي مليح مليح حتى تخرج العوسارة تعالف تدخل معها هذك اللي بنا تعال عسل ندير مغارف لفاني ونزيد راني نقلي وندير زاست تعزو تحبة تينا زاست تعزو تحبة تينا وإلا كانت تحبة قارس ما عليش هي تعطي لكل بنا في الآخر كامل نمرق بعاصير تعزو تحبة تينا إلا كانت تحبة إلا كانوا صغار ديري زوج كانت كبيرة ديري واحدة عصري حبة تينا وهي اللي تطفي بها هذك هذك اللي نشك في البراش تعالف تلي كتلي قليتيهم مليح في الزبدة والعسل في الزبدة قبل ومن بعد تدرت العسل درت الزاست درت لافاني في الآخر نحط لك العاصير تحبة تينا وننقص للنا ونغطي المقلاء ونخليها تتلبة كما احنا نقولو تدي تشرب قاعدك السلسة تعالف تينا ويطراو هذو كل حبات تعالف تينا ونارق للابة ما تتمخر لش السلسة وغيني سوس يعني خاثرة هذك اللي بنا تطفي عليها النار ونشبب نرمي عليها جوز محمص لوز محمص ذوك هذي انتو موش تحبو وديريها في ديفيغين يعني كتحلية في الكووس في بلاست التفاح برك باللفت هذيك العوصارة تعل تشينا مع العسل هاي مليحها بزا في الزوكا وتكون يعني كتحلية مايفيقوش كامل باللفت تعطيها برك وقتها كي تقليها وتجي كبينينا واستغلتي الحبة تعلفت ودرتي بها تحلية من التحليات الفاخرة يعني لزمان الشتاء ان شاء الله برك بالتوفيق لكل اخوات وفي الحيلة من الحيل تعال الخضراء اللي با نوكلوا بها ولداتنا اذا بالنسبة للتحلية الثالثة اخترت لكم النهار اليوم نحبوبها عند الكبار عند الصغار نشوفها في الارصيفة في الشوارع الناس تمشيوا يعني تاكل هذي التحلية هذي اللي هي الماييس او الفوشار هذي الماييس نعرفوه اللي كامل نديروه في الزيت نقصوه للنار ونخلوه يعني حتى يتفتح درتولكم مرة من المرات بالشوكولة والكرامة اليوم طريقة غير طريقة خلاف حتى هي ناجح حمية بالمياه تطيق كمية زاكية اختاري برك نبعية مريحة على الماييس هنا رايح يطيب في الماء كان واحد الأخت يعني مدت لي هذا الوصفة ومجربتها الأخت هذي فقط تطلب من الناس يتعوي لها يعني بذر رياس صالحة يعني هذا كان نداء طلبة مني ومعه الرسولي إلى البدا إذا بالنسبة للماييس هذا هنا عندنا كاس تعذرة كاس تعذرة عندي أيضا كاس تعلمة كاس تع السكر وربع كاس تع الزيت نعودو كاس تعلمة كاس تع السكر كاس تعذرة وربع كاس تع الزيت هذو كامل مقادير مع بعض في طنجرة سؤاله كس تعليم كيف نطيب ذرع في الماء يطيب لك في الماء بقلب من النار عالية في الأول كاس الدرع عبراه كاس ماء وكاس سكر وربع كاس زيت نعودوهن في طنجرة حتى نرى التأثير يغلي إلى الماء تبخر كيت تفتح طرتق الحب في الأولا كان الأولا أحضر هذو كامل هنا لا نغفل لن يوقف عليه كل مره نحرك كل مره نحرك كل مره نحرك لان هذا سكر رايح ينزل كي نشوف بالحب اللي لتعذرات فتحت نقص للشمعة يعني نار ناقصة تماما نغطي الطنجرتي وكل مره نهز في هذه الطنجرة بما يلسق ليش الكرامال لانه لو كانت تغفلي عليها نفضل المرحلة رايح ينحرك عن هذه الخطوة لاني اكدلكم عليها في الأول نار عالي ونحرك فيه كل مره كي يتبخر الماء تتفتح الحب اللوله والزاوجه نشوفها يعني ترطقت في الطنجرة هذا كل وقت نقص للنار تاعي شمعة ونبقى فيه كل مره نفاقد الطنجرة وكل مره نحرك بها الكرامال ما تنزلش هذا السكر رايح ينحرك حتى نشوف كامل الزلن تاعي تفتح نحي هو سخون ونفره على ورقة الطهي ونخليه لانه رايح وبعد يتلاسق مع بعضاه رايح يجيني يتلبس كامل بالكرامال يجي بزفة بنين يجي فتي يجي رطب من هذا كلمة اللي طيبناه فيه ولحبيته مالح نحيه فقط الكستاء السكر وخلو الملح حبيته بالشوكولات كما اشتو ندر يعني بعد اللي نديره يعني كيماراه يعني ساك ناشف نضوه بالشوكولات نوعية مليحة ونلبس الشوكولات تكون ضيبة في حمامائي ونلبس له الشوكولات ونديره على ورقة الطهي ونخليه يجمد حذاري من ما يستع الألوان حذاري ثم حذاري من ملوينات تعبر هذه الألوان اللي لكم تشوفوها برا من الأحسن تدفادوها ما نعرفها لا غذائية لا صحية ولا منين المستوى المصدر انتحا عفوا حبيت لون تطيركم الطريقة ما عليش تقديري باتاغوم ولكن يعني مادة نقدر نديرها كما نقول نخدم بها الحلويات ولكن من الأحسن حبيت لون ندير كراميل شوكولات ونحبس حبيت لون الروح مباشرة اللون تالبيطراف كدرتكم به عدة مرات اللون تالبيطراف الأحمر ما حبيتش ألوان روح يعوضي لهم بالشوكولات وبالكرامل وباللون السادة تعال الملح تكفيك هذا كل لون ما هو غلة عادة فقط حبيناها بر كبرة ولا عودنا عليها وليداتنا بعد وعدها كان أحسن وجد الماء يستعك في الدار كمية زاكية كاس رايح يدلك طنجرة كبيرة لبس بها تقرم شو يعني الوليدات في صشيات للمدرسة ولا حتى في الدار للصهراء ولا يعني مع العشية ولا مع الصباح هذا الشي دائما نأكدوا عليه ونقولوا صحتنا وصح توليداتنا رقم واحد عندنا يعني تحت الإشراف نتاعي ونبعد على الليكولوغ ونتعبره إن شاء الله بالتوفيق لكل الأخوات اللي طلبوا مني الوصفات انتهى هذا النوع إن شاء الله تجربوا حتى على الفول الاشتاء والبرد كما هذا الماييس تعلمه إن شاء الله راهي طريقة صالحة 100% وجربتها علي الدية عدم ديتها لكم وأيضا الوصفة اللي كنا شفناها الطريقة الثانية اللي شفناها تجربوهم كامل كما راهم وإن شاء الله تدعونا فقط بتعاوي الخير ترجمة نانسي قنقر